طيب الوزير الشباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي بيشكر المغرب على حسن التنظيم وبيقول خلاص نقفل للملف ونركز في المنتخب طبعا دعم المنتخب ده مش محتاج دعوة لحد ده واجب وطني على كل الناس لكن هو لازم نقفل للملف على كل ما فيه هو يغلق الملف على كل علامات الريدة اللي موجودة في هذا الملف يغلق من غير ما يتعرف حق الاهل ضع ليه حق الزمالك ضع ليه لان انا زي ما بقول لكم صدقوني اصلا الملف اذا كان الاهل هو اللي يكمل الملف ابو ريبة ده كان ممكن جدا اللي يكمل الزمالك مش الاهل دكورة كنت هتقبالوا ان الزمالك يروح يلعب بالشكل ده مستحيل طبعا مستحيل طب ليه الاهل يحصل معا كده ما كان الاولى ان انا انا دلوقتي بدل مقف الملف على هذا الشكل لا احتراما للرأي العام واحتراما للنادي الاهل اللي يتحط في هذا الموقف الصعب جدا يطلع بيان بنتيجة تحقيق اللي حصل واحد اثنين ثلاثة الاتحاد الافريقي ارسل للاتحاد المصري بالتاريخ كذا يعرض عليه كذا الاتحاد المصري سواء احمد مجاهد او جمال علام رفض او زي ما بيتقال وكلام خير مؤكد انه المدير التنفيذي وهو كان مستمر بين المجلسين بعت لوزارة الشباب والرياضة وقالوا له سيبك بالموضوع ده خالص برضو دا يتقال ما هو ممكن جدا الوزارة تكون قلت كده وعندها رؤية وتحترم ما حدش كان بيدرب الودع يعني بس الشفافية التقصدي واحترام الرأي العام واحترام النادي الاهلي يقتضي ان انت تبين له الحقيقة ده حصل ليه لانك انت لما تناقش اي حد في الاتحاد الافريقي او حتى الاتحاد الدولي او المحكمة الرياضية الدولية اللي النادي الاهلي رح لها الرد المنطقي جدا بعتلكم اردتوش بالضبط هي دي مربط الفرص دي مربط الفرص عشان كده وإحنا عملين نضغط كنت بقولك في حلقة مفقودة وقلتها لك ولا ما قلتها لك شي الحلقة دي عن دينب الرغبة من اتحاد الكرة لم تكن في مساعدة النادي الاهلي اتحاد الكرة او وزارة الرياضة او اللجنة للمبيا او اي جاة تقعصت عن هذا القيام بهذا الدور تقول وعلى فكرة ممكن يقول ويقول مبرر ويحترم احنا مرضناش ننظم علشان واحد اثنين شكرا لكن نقفل الملف على كل ما فيه من سوقات على فكرة على هذه الرائحة اسمع أستاذ ابراهيك احنا مش بنتجهز في حق احد ولا نشير بقصابع للتهاب احنا بنقول ملاحظات وضحوا الحقيقة بنحلل احنا بنحلل على ضوء المعطيات اللي عندنا وضحوا الحقيقة اطلعوا اقولوا لا انتوا قصتوكم مش فاهمين الحقيقة الحقيقة نقول لك شكرا اذا كنا مستحقين نقول شكرا حنقول شكرا اذا كنا مستحقين نجادل حنجادل لان احنا اصبح الساكت عن الحق شيطانهم اخرص وحقوق النادي الاهلي والاندي المصرية بشكل عام لك تعرض الزمالك لهذا الامر اه اذا بقولك انا مستعد للموت دفاعا عن حقك في ان تختلف معي التطرف في يعني محاولة اظهر الحقوق انا مش مش طالب حاجة يعني غريبة ما يعني لكن نشكر المغرب على حسن التنظيم ماشي يعني انت ليك وضع من حقك تقول هذا الكلام ممفقوم لكن اين الدفاع النادي الاهلي